اشتركوا في القناة وكانت عندي اختبارات نهائية في الجامعة وحمد لله بالعالمي توفقنا وتخرجنا من الجامعة وخلصنا الدراسة ان شاء الله فهذا الفتر الجاي ان شاء الله راح نبتدي بقوة نبتدي بداية جديدة وان شاء الله نحاول في خلال اسبوعين نوصل الى حدود 10,000 سبسكرايبر هذا الهدف اللي حاطني يعني ورح اقدر الا اقدر اصوي عليه ان شاء الله حق نوصل الى 10,000 تقريبا حين 8,200 وحاجة رقم فنحاول نوصل الى 10,000 مع بداية السن الجديدة طبعا فلا راح الدراسة ضغط بشكل كبير ما يمدين اكيد اصوي ولا فيديو ولا ادرس لازم اتخرج من الجامعة كنت والحمد لله اتخرجنا من الجامعة وفتكنا من الدراسة ويمديني حين اتفاهم مع تويتر مع فيسبوك مع يوتيوب اي شيء اهم شيء اهم شيء يسوي شيء يعني خلاص خلصنا الدراسة وراح اهم كبير من الحياة فطبعا الفترة الجاية راح انزل اغلب الفيديوهات call of duty راح انزل سلسلة حلقات عن call of duty اللي اشرح فيه كيف تجير تلعب ممتاز كيف تعدل الايم كيف الرسبون كيف شو انواع اللاق وشون الفرق بين اللاقات كيف تعدل اللاق تقدر تسوي اللي عليك وان شاء الله راح اشرح لكم فيه كل شيء اللي اقدر اسويه فاذا انت عندك اي حلقة تبه معينة اكتب ليها في الكومنت تحت وراح اسوي لها في السرع وقت ممكن يعني افكار الزيادة على الافكار اللي عندي تقريبا راح اسوي من 6 الى 7 فيديوهات ان الافكار الحالي اللي الف بالي بس ما ادري هل اذا فيه اشياء ثانية تابونها اعطوني اياكم في الكومنت تحت واقدر اسوي لكم اياها وان شاء الله خير الشي الثاني طبعا كنت اليوم اسوي بث مباشر في تويتش كالعادة العب احاول نطيق المنطح فيهم بتست وبوم راح اللايف ستريم اوف وان اللايف ستريم ما ندري وشيك عليه طلع قناتي في تويتش محظورة بسبب غير معروف ولا ادري شنو الصافة ما ادري الصراحة اذا كانت قناتي راح اتشوش ترجع مرة ثانية ما راح ترجع هل احد هكرها ولا ما راح توقع احد هكرها لان قلولي ان الكمنتي سكرت القناة بسبب terms of service violation ما قام يخربط علي ما ما سوت شي متأكل وراح نشوف الوضع وشي يصير فما ادري قناتي ما رجعت على تويتش ما راح ارجع على تويتش مرة ثانية راح اكمل على اليوتيوب ونشوف شنو راح يصير معي لان اليوتيوب صراحة في زر الجودة صح ان تويتش احسن بالمتابعين بس شنو نسوي حكم القوي على الضعيف فراح نشوف الفترة هالجاية وشنو راح يصير بالضبط وراح اعطيكم خبر عن تويتش ان شاء الله للفيديو الجاي اذا صار معي شغل طبعا رسيت لهم ايميل شوفوا شنو يردون علي هل راح يرجعون لي حسابي ما راح يرجعون لي شنو راح يصير بالضبط والله ما ادري بس زي ما قلت لكم اذا ما رجعت تويتش راح نرجع على اليوتيوب جيمينج ونسوي ستريم هناك وطبعا الفترة الجاية هذي راح اسوي ستين بشكل خرافي يمكن براح اقطع مدة اسبوع راح اسافر ماذا اذا تببون هذا اسبوع اسوي لكم فيه فلوغات وارفاحه واني مسافر مع ان اغلب الناس ما تببين فلوغات بس ماذا عطوني رايكم اذا تببون اسوي فلوغ واني مسافر او ان اسوي فيديوهات بكير كده اجلس يومين او يوم ايسوي فيديوهات للمستقبل واني امشي والقناة تكون تنزل فيه فيديوهات هذا اللي افكر فيه واحد من الاثنين معانا اذا اصابت فيديوهات وانا يعني بدري شوي راح يكون تعب لان الفيديو الواحد يطول على ما اسويه فرح يكون شوي يعني ضغط نفسي فماذا عطوني رايكم شباب رايكم بالضبط انتون يهموني عطنا رايك في الكومنت تحت بشونو تفكر فيه اذا تبي شيء في بالك عطني اياه في الكومنت تحت وان شاء الله ما اقصر معاكم بولا اي شيء من احتي الميث مباشر راح اشوف اذا ما صار شوي على تويتش راح نرجع على اليوتيوب جيمينج وراح يكون في خيار الجودة بس شوي الشات مو ممتازة زي تويتش فكيش او اتقيموا ثاني هذا الفيديو او قبل لا انزل هذا الفيديو قبل طبعا الكل يقول لي ليش ما انزل دستيني دستيني يا حبيبي حاليا ما فيه ولا شيء يخلي الواحد نزل عن الفيديو الصراحة اكون معاكم صريح غير تراي زوفي سارس تلعفي تستمتع فيه انا ما اشوف اي شيء في دستيني هذه الفترة يعني حتى لو نعني سبق السيارات هذا سبارو ماذا سيارات لا يجاوبوها اللعب فيه كامن جيم وحس ان لعب وكلب احس جالس لعب لعبة سيارات اخي سيارات حسني ما لعب دستيني حس ان الطريق اللعبة تغير بشكل كبير ومو دستيني ركسنو على اللعبة اساسا يعني فما اديش صراحة يعني بنجي ما اديش قاعد فكرة تساوي فيه هل اني الوحيد اللي اشوف هاد الشيء لو ما انا ما اتوقع عن الوحيد انه اغلب الناس اللي اعرفهم سحبت على دستيني واغلب اليوتيوبر اليوتيوبرز الكبار اللي ينزلون دستيني اذا كان الفيديو اول عنده خمسين سبعين الف مشاهد الحين الفيديو الواحد خمسالاف يعني هبوط عنيف في دستيني فهذا اكبر دليل ان اللعب جاسة تموت حاليا فما ادي هالكسبانشن جديد راح يرجع للحياة شنو راح يصير بالضبط ما ادري بس دستيني ما راح اقطعها مئة بالمئة راح اذا كان فيه اي شيء جديد اي شيء يسوه مثلا نسويني التحدي حلو نحطه ونشوفه شنو راح يصير معنا بالضبط بس اذا عندكم تحديات معينة مثلا ترايزوف ويسارس مثلا الابنولان بيوند هاد الاشياء طيب نسوي تحديات ونوصل الى اللايت هاوس بسلاح معين عاطني احفر لكم من تحت وان شاء الله اذا قدر تسويه اصولكم احفر قرب وقت فتقيبا هاذا شباب كل شيء عندي اتكلمت عن اليوتيوب اتكلمت عن تويتش اتكلمت عن دستيني وكالو في ديوتي واذا عندك شيء معين زي ما قدرتكم اكتب لي احفر كومنت تحت وان شاء الله ما اقصر معاكم وتقيبا شباب وصلنا لهذا الفيديو اتمنى ان اعجبكم واستفدتم من شيء ولا تنسوا اللايك في الاسبسكرايب ونشوفكم على الاخر الفيديو جاي السلام عليكم